اشتركوا في القناة وزي ما حالتكم عارفين مفيش أوحش من الرياء لأن الرياء بيتحك على الآخرين وبيتحك على النفس نفسها ففي بداية السنة الكنيسة عوزانا نكمل مظبوط عوزانا نبتدي صح وعوزانا نكمل في الطريق مظبوط فبنلاقي انه علشان النهاردة طبعا بنتذكر يشوع ابن نون نلاقي على طول كده في بداية السنة أول بأول على طول الكنيسة حطلنا انجيل الويلات وعلى فكرة اللي فيكم يبص على الويلات يلاقيهم ثمان ويلات قصدهم ثمان تطويبات مش هو فيه طوبة للمساكين بالروح فيه ثمان تطويبات وفيه ثمان ويلات وهم قصد بعض على فكرة يلاقي مثلا ايه في الأول في الويلات بيقول كده هو في الآية 13 يبداية الإراية النهاردة لكن ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المرؤون لأنكم تغلقون ملكوت السموات قدام الناس ويقول في بداية التطويبات طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات وهكذا يعني أنا مش هتكلم قوي على المقارنة دية بس ممكن انكم كل واحد فيكم كده يطلع يبص كده على متة خمسة ومتة 23 هتلاقوا ان واحدة قصد واحدة واحدة طوبة للمساكين بالروح الناس الشخص اللي هو مسكين في الروح ومتواضع ده تلاقيه له ملكوت السموات أما الويل الأول للكتب الفريسيين لأنهم مرؤون بيعملوا إيه بيعملوا العكس ولا هم ما بيدخلوا ولا بيسمحوا لغيرهم أنهم يدخل عكس الطوبة الأولى وهكذا لو لقيتوا بعد كده هتلاقوا طوبة للحزانة الآن لأنهم يتعزون وفي الإصاح ده بيقول كده هو بيقول لهم أنتو تقل على الأرامل تقل على يعني بتسرقوا بيوت الأرامل إزاي حضراتكم عارفين كانوا بيسرقوا بيوت الأرامل إزاي الفريسيين والمرؤون كانوا يروحوا يصلوا في البيوت عندهم بس يقعدوا يطيلوا في الصلاة طب هو بيتول في الصلاة ليه عشان إيه يقبض زيادة يطول في الصلاة فيحزن الحزين أكتر ما هو حزين بينما في الطوبة بيقول طوبة للحزانة الآن لأنهم إيه يفرح وهكذا أنا أعطيتكم أول اتنين يريد تكملوا الباقي هما تمانية لكن أنا عاوز أركز النهاردة على موضوع الرياء وخطورة الرياء الرياء خطر لأنه بيغلق ملكوت السماوات على نفسنا وعلى آخرين في الآية الأولى بيقول السيد المسيح ألويل لكم أيها الكتب والفريسيون المرؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس الرياء بيخلي الإنسان بيضع اهتمامه على المظهر الخارجي أكتر بينما بينسى وبيخفل عن حالة القلب الداخلي كلنا ما منحبش الرياء طب ليه بنقع في الرياء يعني ما حد هنا لو أنا سألت حد فيكم بيحب الرياء من الرياء طبعا أنكم تقولوا لا مش كده لا يعني حد يحب الرياء لا ما حدش فينا بيحب الرياء طب ليه بيبقى فيه رياء ليه فيه رياء الرياء أنه هو الواحد يتظاهر بشيء غير باطنه يعني أنا أنا مثلا مش طيق شخص لكن قدامه بابتسم وجميل خالص ودايما يعني أرفعه لكن من وراء لا مش بس من وراء من وراء كمان أتكلم عليه واسمها بفطفض لكن هو رياء لأن الإنجيل علمنا لو عندي حاجة مع شخص لازم أن أنا أروح أتكلم معاه لازم أتكلم معاه وأتكلم معاه مش علشان أديله على دماغه أتكلم معاه علشان نتصاف مش أتكلم معاه علشان ذاتي تظهر أكتر وتباني أن أنا كنت مظبوط وأن كنت كنت غلط وده بقى رياء لأن أنا رايح بنفذ الوصية من برة لكن من جوه أصدي حاجة تانية خالص خطر جدا لأن الرياء بيغلق ملكوت السموات على الشخص وعلى الآخرين لأن الشخص بيهتم بالمظهر الخارجي وبيغفل عن حالة القلب الداخلي بنشوف الحكاية دي في حياتنا اليومية ممكن نلاقيها كم مرة بنركز على إزاي الناس شايفنا وممكن الواحد يرتدي زي قناع نقي أمام الآخرين لكن قلوبنا ممكن تكون فيها كراهية أو أنانية ونقول طب أعمل ما هو سوى وعمل هو سوى وعمل دي ممكن تقولها لو قاعد مثلا مع مرشد علماني لا يعرف المسيحية ولا يعرف المسيح أحباً عنا لأن نحن نعيش في الخطيئة وعيشين فيها ومش نتغير لا بل يغلق أيضاً ويعيق أيضاً الآخرين من رسول إلى الله بيقول القديس يحن دابيل فم الرياء هو العم الروحي اللي بيمنعنا من رؤية حاجتنا إلى الله ومن رؤية الآخرين كأخوة وأخوات ده ممكن الواحد يقول لحد أنت زي أخويا ويدي له بعد كده بقى كلام زي أخوه بالزبط زي ما عطل أخوهم وصغيرين الظاهر وانت زي أبويا وأنا بحب وبعدين الكلام اللي يجي بعد كده يبقى مخيف جدا عشان كده في ناس لما حد يبتدي معهم بالكلمتين دول يقول لك أنا عارف اللي بعديها ويمكن أحيانا دي بتحصل ما بين الزوج والزوجة لأنه تعودوا على بعض فهموا بعض لازم يا أحبائي نكون متغيرين من القلب لازم يكون فيه تغيير لازم يكون فيه تغيير شامل في حياتنا في حياتنا المهنية في الشغل ممكن أننا نبين قدام الزملاء أننا ملتزمين ولكن في الخفاء ممكن الشخص يرتكب أفعال ما ترضيش الله من عدم أمانة نسمع عن أبونا مخايل إبراهيم من كتر مكان إنسان دقيق في حياته حضراتكم أكيد سمعتم أنه كان ماشي بألمين في جيبه ألم أعطيها الحكومة وألم ليه هو ممكن تقول أنه هذا تدقيق زيادة قوي إيه هذا أبونا هذا تعقيد مع لماذا تشف تفاهم مع أبونا مخايل إبراهيم لما تشوفه لكن هو يعلمنا شيء مهم قوي أن الحاجة التي تبع الحكومة أستخدمها لشغلي للحكومة لكن لو أريد أكتب نقط أو حاجة خاصة بي هذا أستخدم فيها لكن إحنا أحيانا بنتهاون في مواضيع زي كده هو الإزدواجية تدرب علاقتنا بربنا وبتدعف شهادتنا لربنا قدام الآخرين وأكتر الناس الآخرين اللي بيشوفوا الكلام دو بيكونوا أهل بيتنا بابا ده جميل جدا ماما دي روعة جدا طول ما هم في الخدمة في الكنيس أول ما بيدخلوا البيت بيتحولوا بيبقى الصوت عالي والشكل مكشر والكلام بيبقى أصعب وفي كلام ما يقولهوش قدام الناس لكن ممكن يقولوا من وراء الناس أو في البيت وأحيانا أيضا بنقول لأولادنا كده نقولهم أنتوا في الكنيسة يعني شغالين حلو قوي قوي تيجوا عند البيت وكل بقى مش عارفين نقوم ولا نعمل ولا نستعبانين فلازم دي احنا نتكلم علينا ككل لازم نخلي بالنا يكون ما يكونش فيه رياء لأن الرياء يغلق باب ملكوت السموات أمام أنفسنا وأمام الآخرين اللي بيتأثروا بحياتنا الناس مش هتتعلم بكلامنا إلا إن كان أفعلنا زي ايه كلامنا بتأيد كلامنا وإحنا ما حدش فينا يعني ما تفتكرش إن كان لحد بندور هنا على دي بنعمة من ربنا بس لكن فيه فرق بين واحد تلاقي أعماله ماشي مع كلامه في معظم الأحوال على قد استطعته واستطعتها واحد تاني العكس هو الصحيح فما تفتكرش إن نحن نتكلم يعني على المثالية يعني بنجاهل عشان نوصل لها لا نحن نتكلم على بتاعة الإنسان في حياته عشان كده يريد ناخد وقت كل يوم عشان نفحص قلبنا عارفين الوقت بتاع الآخر الوقت كده وإنت طالع تقعد كده على السرير وهتبتدي تغمض عينيك في ناس بتقعد على السرير ما تغمضش عينيها في ناس تقعد على السرير تفتح موبايلها وتفتح الآيباد بتاعها وتقعد بقى طول اليوم تعبانا مش قادر تعمل حاجة لكن بالليل الأنرجي بقى اللي تيجي للشخص ويععد يسهر وتقعد تسهر على الفيسبوك وعلى 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 بينما الوقت الأخير بتاع اليوم تعتبره كأنه وقت أخير في حياتك مش الكنيسة بتعلمنا كده في صلاة النوم وقت أخير في حياتي طب أعمل ايه في الوقت الأخير ده أفحص قلبي أشوف الدنيا مشيت ازاي النهار ده أشوف نيتي كانت شكلها إيه أشوف تصرفاتي واللي يعمل كده يلاقي أنه في صلاة النوم التحليل الأخير بيساعدك يا رب كل ما أخطأنا به ليك في هذا اليوم إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر ما تعدي الموضوع ده كده أقف شوية يعني أقف سنة زيادة شوية بشوية تفحص القلب عشان ما يكون رياء منع من دخول السماء أو يكون منع غيرك في هذا اليوم من الدخول إلى السماء تاني حاجة الرياء اللي بيركز على الطقس أو الطقوس ويتجاهل الرحمة خلي بالكم إحنا كنيستنا كنيسة جميلة قوي جميلة فعلا ولكن نخلي بالنا إنه كنيستنا أيضا هي كنيسة تقصية ولازم نحافظ على الطقس بس محدش فينا قال نحافظ على الطقس وننسى الرحمة يعني ينبغي إننا نعمل دي ولا نترك تلك عشان محدش ياخد كلام يفهمه بطريقة مش مظبوطة يبقى فيه ممكن مركز لو ركزت بس على الطقس وتجهلت الرحمة هنا بيبقى خطر الواحد يتشبت بالقشور ويتجاهل الجوهر الطقس المفروض لي غرض إيه غرض الطقس إيه غرضه يعني غرض مثلا أنا بعمل مطانية ولا بمشي بطريقة معينة ولا بنصلي بلحنة معين كل ده غرضه إيه المفروض إنه ليه غرض روحي إنه بيوصلني بربنا وبيعيشني العيد أو الطقس اللي أنا عايش فيه الوقت بتاع اللي بيذكرني بحياة السيد المسيح اللي بيقربني ليه في أحيانا نلاقي أنفسنا مسكين في الطقس ونسين الرحمة ونسين الحاجات اللي السيد المسيح تكلم عليها في الويلات بيقول إنهم بيقدموا عشرهم بدقة حتى على أصغر الأمور زي النعناع حد فيكو بعشر النعناع والشبت حد عنده شبت لكن عمال عمال إدانة ما فيش رحمة عكس الرحمة لإيه الواحد يدين لا يبقى أنا كده هو ليم يقول كده قديس أوسينوس يبقى فقط جوهر المسيحية بنشوف في حياتنا لما بنركز على التقوس الدينية فقط ونفصلها عن غرضها من الروحانية لحياتنا بدون ما نوزه الرحمة تجاه الآخرين كام مرة بتشارك وتيجي تصلي في قداس وبتصوم ولكن ممكن أنك انت ترفض مساعدة المحتاج كتير قوي بنطجر لما حد يكون محتاج مننا كتير وأنت طب إيه تعريف المحتاج يعني ممكن أنا ساعدتك مرة وساعدتك مرتين ومش لازم بالعمل المادي على فكرة أنا سمعتلك مرة وسمعتلك مرتين بس خلاص بقى خف بقى خف بقى قلل شوية المحتاج عبارة عن إيه المحتاج الحقيقي ده محتاج محتاج حد يسمع له محتاج حد يسنده وقد يكون احتياجه ده مستمر مش مرة وخلاص عشان كده مهم جدا إن إحنا يعني نبقى مليانين رحمة مليانين رحمة ناحية الآخرين وناحية أنفسنا يعني برضو أحيانا ما منقول ما فيش رحمة ناحية أنفسنا نقعد نجلد النفس دي جلد غير صحيح ونعلم يعني نوري كده لأولادنا نفس القصة فيطلعوا هم كمان بيجلدوا أنفسهم ولو كانت البيئة اللي نشأنا فيها بتجلد الشخص تلاقي كل اللي طالع في البيئة دي بيعمل إيه جلدين أنفسهم والآخرين المسيح إلهنا بيدعونا لنعيش إيماننا بطريقة حقيقية كاملة نحافظ فيها على التقوص ولكن نهتم بأن نحن نكون رحماء مع الآخرين يكون في عدل في حياتنا ونكون في إيمان حقيقي أنا سأقول لكم على مثال حصل يمكن أنا أكون عملته ويمكن غير عمله يعني أنا فاكر مرة ونحن نناول في أداس مدارس الأحد حد من الناس الأطفال تقدم إلى المناولة ونسي يقلع الشوز مش عاوز أحكي لكم يعني الناس جرت عليه كأنه داخل على أبونا بمسدس رشاش بينقذوا الأب الكاهن من هذا الطفل البريق اللي دخل قدام أبونا لابس الشوز بتاعته آه كويس لازم نقل على الشوز عشان إيه احتراما وحبا بس ما ينفعش إن إحنا نخوف طفل صغير ولو حتى حد كبير ممكن نقولها له بطريقة بسيطة ممكن نقوله له بعد ما يتناول مش هيصل حاجة هنا ممكن الواحد يكون نسي الرحمة وتمسك بإيه بشكل معين نقطة التالتة وهي مرتبطة بالنقطة النقطة الأولى هي إهمال النقاء الداخلي هنا بس عاوز أتكلم على النقاوة في القلب ضرورة التركيز على القلب قبل المظهر الخارجي لأن من فضلة القلب يتكلم اللسان والواحد يشوفه من الخارج يكون ناتج لو صح يشوفه ناتج من القلب في الآية 25 و26 يقول السيد المسيح ألويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرؤون لأنكم تنقون خارج كأس والصحفة ومعنى الصينية يعني من الخارج وهي من داخل ملقانة اختطافا ودعارا هنا نقاوة القلب مهمة جدا يقول القديس العظيم الأنب انتونيوس الكبير العناية بالقلب هي عمل يومي لأن الله لا يطلب مننا الجسد بل الروح بنعتني بالجسد جدا تلاقي الصبح كده تقوم تعمل ايه تغسل وشك تلاقي ناس كل يوم تهتم بأنها تستحمى ده كل شيء كويس لكن مهم جدا أنه يهتم بأنه يستحمى قلبه يبقى فيه قلب ناقي ما فيش شهوات رضية ما فيش نية غير خلصة في حياتي في حياتي اليومية قد اهتم بالمظهر الخارجي ولو رحت الشغل لازم ألبس يعني ضروري حاجة معقولة كويسة لو شغلي ده يطلب كده يعني وصورة الاجتماعية مهمة جدا ولكن الأهم هي نظافة القلب نظافة القلب أحبائي ببساطة هي التوبة الواحد يبعايش التوبة دي مش قبل بس ما ييجي يقعد مع أبوه الروحي لأب اعتراف ده يبعايش التوبة بإيه باستمرار علينا ان احنا نتأكد من ان قلوبنا تكون قلوب طهرة مش ان احنا نحاول اظهار البر أمام الناس ده مش معنا ان انا امش اقول للناس على فكرة انا غلط قطيتي كذا وقطيتي كذا وابتدي اوزع سلبيات لا ولكن اهتم في نقاوة القلب بقال لي قعدة يومية مع قلبي ابونا المتنيح ابونا لقى سيد روس قال في احد العزات الجميلة بتاعته قال وهو في الدير بعد الرسامة اب من الرهبان قال له انا شايف يعني بيعود على الاسقف الفلاني وابونا الرهب الفلاني فقال له انا في واحد ضروري لازم تقابله قبل ما تسيب الدير ولما ابونا اهتم جدا يعني ايه مين هذا الشخص قال له ايه نفسك اوعك تسيب الدير في الخلوة بتاعتك من قبل ما تقعد مع نفسك نقول نفس الكلام بالنسبة لنا اوعك تخلي اليوم يعدي كل يوم قبل ما تقعد مع نفسك وتلاحظ قلبك لاحظ قلبك لان الله ينظر الى القلب جميلة وتعلمنا كتير قصة في سمويل في سمويل ال 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 الاسحاح الستاشر في سمويل الاول الاسحاح ستاشر لما خلاص ربنا رفض شاول قال لي سمويل لا روح بقى اختار لي حد من بيت يس فراح اول ما دخل لقى الياب زهر الياب ده كان شكله نضيف قوي وكان مستحمي الصبح ولابس كارفاتة كده وشغل نضيف قوي وزهر كان ضخم زهر كان يعني قوة كده فسمويل النبي لما شاف بيقول كده ان امام الرب مسيح فقال الرب لسمويل لا تنظر الى منظره وتول قامته لاني قد رفضت لانه ليس كما ينظر الانسان لان الانسان ينظر الى العينين وام الرب فانه ينظر الى القلب عارفين القلب يعني يعني الكور بتاع الانسان القلب من جوه داخل الانسان نية الانسان عارفين انه كل خدمة بتقدمها لو مقدمته بمحبة ما تتحسب عارف كده لو مقدم الخدمة بحب لا تقبل ملاش ملاش قيمة لان يجب ان احنا نعمل كل شيء بالله والله محبة في قلب اليقاب حاجة ما شفهاش ولا كتبها ساموئيل ولا قالها ربنا لان ربنا ما بيفضحش ولكن قال كفاية انا ايه رفضته في حاجة جواه ما تنفعش ولكن يرى في قلب داود يقول قلب داود دا زي ايه زي قلبي زي قلب ربنا قلب داود اصل داود بالرغم منه كان ممكن يقع في خطية وقع في خطية ما كانتش سهلة لكن كان عنده حاجة جميلة قوي جواه اهتمام بقلبه فربنا كان يدي له النقاوة دي عارف انت لو هتمت بقلبك كل يوم زي ما بتهتم بالجسد القلب يصير كده امام الله فالقلب دا يتنقى ويكون من جوه مقبول امام الله اخر تحذير وهو مش موجود في الايات اللي احنا قرناها الايات قرناها هي اية 13 36 ما قبلها السيد المسيح بيقول للناس اللي يقول لك عليه الفريسيون اعملو انهم قاعدين على كرسي موسى فاعملوا بس ما تعيشوش حياتهم لانهم ما بيعملوش اللي بيقولوا وفي الاخر بيصرخ ربنا في الابدال الاية 37 اللي هي بعد قرية اليوم يقول يا ارشاليم يا ارشاليم كم مرة اردت ان اجمع اولادك هنا في تحذير ان ارشاليم اللي رفضت الانبياء وقتلت المرسلين اليها لازم تسمع صوت الله للتوبة يا ارشاليم يا ارشاليم كم مرة اردت انبارح كنت بكلم الشباب عن السيد المسيح لما قال للتلاميذ يحنى تعالوا وانظروا تعالوا وشوف ما تسمعش تعالوا وشوف بنفسك تعالوا وانظر هي دعوة للتوبة يجب ان احنا نكون مستعدين للتوبة القديس كيرولوس القرشاليم بيقول التوبة هي باب الرحمة المفتوح دائما ولكن يجب ان نكون مستعدين للدخول اليه محدش ابدا هيجبرك على التوبة التوبة الحقيقية يا احبائي زي ما كنت بقول في الاول هي تغيير حقيقي في القلب مش مظهرية التوبة تغيير حقيقي وضعت في قلبي يكون في تغيير وضعت في قلبي اني اسير بجدية بجدة الحياة قدام ربنا مش هسقط لا هسقط ولكن في ايه في جدية يقول الاباء الرهبان في فرق بين واحد قائم 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 ويسقط واحد ايه ساقط 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 ويقوم ويسقط يسقط يسقط في فرق في جدية في قلب تغير في استنارة للفكر عرفت اللي المسيح اقدمه علشاني فخلاص قلبي تغير ما عادش يرجع تاني انه يسقط بالطريقة السقوط القديمة وبتديت الاحظ نفسي اكتر ومثال جميل لنا القديس موسى الاسود بالرغم من انه كان بعيد كل البعد لما تغير قلب حياته تغير ولكن وهو في الحياة الرهبانية يقال انه هو سقط في خطية مش عارف كم مرة ست مرات تسع مرات حاجة كده وكل مرة كان يسقط كان يقوم ويروح للقديس ويرجع لقليته تاني لغاية ما الشيطان تعب منه فده معنا انه احنا فيه تغيير في القلب يعني فيه انا مصمم ان حياتي تكون ملكة للمسيح كلامي يكون كلام المسيح طريق التعاملات مع المشاكل مش الطريقة اللي تربيت بيها لو كانت طريقة غلط لكن طريقة فيها تغيير فيها استنارة فيها نور المسيح يا طرد غيرت يا طرد غيرت يا نفسي ولا لسه ما بين فرقتين عارف الخير فاصنعه قليلا ولكن اسلك بعد كده بالشر وكأنه ايه ما فيش اي مشكلة خالص يا رب علمنا نعيش بصدق امامك وامام الكل اغفر لنا خطيانا يا رب وحررنا من الرياء القاتل للنفس واجعل قلوبنا طهرة نقية امامك وساعدنا عشان نكون ادوات رحمتك وادوات عدلك في هذا العالم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة